في بداية الفيلم بنشوف مجموعة من العمال اللي بيشتغلوا في المصنع ده عاملين مظاهرات واحتجاجات وبيطالبوا بزيادة رواتبهم وكمال لأن إدارة المصنع بتفرض عليهم ساعات عمل زيادة وبيظهر لنا طفل اسمه سينكاكا واقف في مكان عالي في المصنع من فوق وبيتفرج على اللي بيحصل وأمن وحراس المصنع بيشتبكوا مع العمال دول وبيفضلوا يضحن ويدربوا اللي اتنين في بعض فاجأة بنسمع صوت رئيس المصنع في الميكروفون وهو بيطلب منهم التوقف عن اللي بيعملوا ده وبيوافق إن العمال يختاروا اتنين منهم يدخلوا يقابلوا ويتكلموا معاه وينقلولوا طلباتهم كلها وواحد من العمال اسمه ريو بيقول للعمال إنه هيدخل يقابل رئيس المصنع وينقلوا طلباتهم كلها وريو ده هو والد الطفل الصغير سينكاكا اللي بيكون واقف وبيرائب الاحتجاجات والاشتباكات لكن رئيس المصنع بيرفض يقابل ريو وبيقولهم يختاروا اي اتنين تانيين ما يكونش فيهم ريو واتنين من زمايا الريو العمال بيتطوعوا يقابلوا رئيس المصنع وباقي العمال بيمشوا من المصنع بينتقل بين الفيلم بعد كده لما بيكون ريو مع زوجته وابنه سينكاكا في البيت ولما سينكاكا بيسأل والده ريو عن سبب الاحتجاجات والتظاهرات اللي عملوها النهاردة في المصنع ريو بيقوله إننا بنتعرض لظلم ومهانة كبيرة جدا جدا في المصنع وعشان كده عملنا المظاهرات والاحتجاجات دي وكمان ريو بيطلب من ابنه سينكاكا إنه ما يقبلش أي ظلم يشوفه وبيحصل قدامه في حياته ولازم يتحرك لرفع الظلم ده مهما كان التمن وبالليل الجو بيبقى كله مطرة وبرق ورعد وسينكاكا بيكون خايف من البرق والرعد جدا وتاني يوم بنكتشف إن ريو وباقي العمال رجعوا للاحتجاجات والتظاهرات والإضراب من تاني لأن الاتنين العمال اللي دخلوا مبارح بيتقابلوا مع المدير اختفوا تماما وما رجعوش لبيوتهم خالص واحدة من زوجات العمال دول هي اللي راحت لحد بيت ريو وقالت له كده ولما زوجة ريو بتاخد ابنها سينكاكا وبتروح تطمن على زوجات العمال الاتنين دول بتحصل المفاجأة وبتكتشف إنهم موجودين في بيتهم عادي وبتعرف إنها مؤامرة ومكيدة من رئيس المصنع ضد زوجها وباقي العمال فبتجري بكل سرعتها هي وابنها سينكاكا عشان توصل للمصنع وتبلغ زوجها ريو وباقي العمال بكده لكن وهي بتجري بتقع ورجلها بتكسر وخلاص مش قادرة تمشي عليها نهائيا وبتطلب من ابنها سينكاكا هو اللي يجري ويروح بسرعة ويبلغ والده ريو وباقي العمال وبينتقل بين الفيلم للمصنع وبنشوف معركة كبيرة بتحصل بين العمال بقيادة ريو ورجال وأمن المصنع وفي وسط القتال والمعركة دي واحد خاين من العمال بيطعن ريو بسكينة وبيخلص عليه وبيقتله زي ما احنا شايفين كده في الوقت ده بيوصل سينكاكا للمصنع وهو مرعوب وخايف من البر والرعب كعدته وبيفضل سينكاكا ينادي ويصرخ على والده ريو وما فيش حد بيرد عليه خالص وبيستجمع سينكاكا شجعته وقوته وبيجري بسرعة هنا لكنه بيتفاجئ بوالده ريو ومرمع على الأرض ومأتول وبيفضل سينكاكا يهزف والده وهو بيبكي ويعيطه منهار جدا من الصدمة دي وبيبقى غضبان وبيمسك بدرع من دروع الحراس وفجأة البرق بيسعقه وبيرميه لبعيد ولما مجموعة من العمال بيروحوا بسرعة عشان يطمنوا عليه أول ما بيلمسوه بيطصعكه جامد جدا وبيترموا لبعيد والبرق بيدرب سينكاكا مرة تانية وبيغمى عليه وبيفقد الوعي تماما وبيترميه هو كمان على الأرض بعد كده بتمر سنة كاملة في الفيلم على الحدثة دي وبيكون سينكاكا عايش مع والدته هنا لوحدهم ووالدته بتقوله إنها مضطرة تسافر للمدينة يومين في مقابلة شغله وهترجع على طول وبنكتشف إن حالتهم المادية تعبانة جدا جدا من بعد متريه وما فيش حد بيصرف عليهم والأم بتقرر تشتغل وتاني يوم لما بيرجع سينكاكا من المدرسة بيدخل للبيت وبيفضل ينادي على أمه وبيكتشف إنها مش موجودة هنا وبيفضل سينكاكا حزين ونايم هنا وهو منتظر إنها ترجع للبيت من تاني النهاردة زي ما وعدته لكن الوقت بيمر وبيفوت والأم مش بترجعها والليل بيليل والدنيا كلها بقت مطرة ورعدوا بره ومش بس كده لا ده كمان بيمر وبيعدي كم يوم والأم لسه ما راجعتش للبيت وسينكاكا بيخلص كل الأكل اللي هنا وتاني يوم وهو نايم وحزين ومنتظر رجوع والدته فجأة الباب بيخبط وبيروح بسرعة ويفتح الباب لكنه بيتفاجئ بزوجة واحد من العمال الخيمين اللي تسببه في موت والد وريو جايباله أكل فبيرمي الأكل برجله وبيقفل الباب في وقشها وبالليل بيحس إنه جعان ومفيش حاجة ياكلها وبيفتح باب البيت وبيلم باقي الأكل المرمي على الأرض قدام الباب ولما بيفكر شوية مع نفسه بيقرر إنه يمشي من هنا طالما كده كده والدته ما رجعتش وهو مش هيعرف يعيش لوحده كده من غير أكله ولا شرب بعد كده بينتقل بين الفيلم لما سينكاكا بيشوف أولاد بلطجية من أولاد الشوارع بيعكسوا بنته وبيتخنق معاهم لكنهم أولاد أشرار بلطجية بيطردوا سينكاكا وبيجروا وراه وبيمسكوا وبيضربوا بكل عنف ووحشية كمان فجأة بيظهر ولد قوي وشجاع اسمه وانج وبيدفع عن سينكاكا وبيضرب الولاد دول وبيضحنهم وبيكسر عظمهم فجأة سينكاكا بيفقد وعيه وبيغم عليه وبعد كده بيفوق وبيستعيد وعيه من تاني وبيكتشف إنه حاليا مع اوانج سينكاكا بيشكر اوانج إنه ساعده وأنقذه من الأولاد الأشرار والبلطجية دول واوانج بيقول له أنا مش هقدر أتحمل مسئوليتك لكنه في نفس الوقت بيقرر يعلمه فنون القتال والدفاع عن النفس عشان يتصدل أي حد يهجمه أو يتعرض ليه ويدافع عن نفسه وبنكتشف إنه اوانج عايش هنا في محطة القطر دي وملوش بيت ولا مكان ولا أسرة خالص وهو مقطوع من شجرة وبيفضل اوانج يعلم سينكاكا أسالي بالقتال وفنون الدفاع عن النفس وبيبقوا صحاب وأصدقاء مقربين لبعض وبنعرف من اوانج إنه في قطر بيعد من هنا مرة واحدة بس في السنة وتاني يوم هما الاتنين بيجروا نحية القطر وهو بيتحرك وبيركب اوانج في القطر وسينكاكا مش بيلحق بالقطر وبيفضل هنا لوحده وبتمر الأيام وبنشوف سينكاكا وهو بيشتغل في المكان ده وفجأة بيلمح نفس عصابة الأولاد اللي ضربوه بس عددهم كبير عن الأول وبيضرب واحد منهم لما خد دوره في الطبور وبيجري سينكاكا بسرعة وبيستخبى بسرعة منهم عشان ما يتقتلوش معاه ويتعرضوه مرة تانية والأولاد بيكونوا بيجروا وراه ويطردوهما كمان وفجأة العربية دي بتقف وبتنقص سينكاكا منهم ولما الست اللي في العربية بتعرف انه عايش لوحده بتعرض عليه يعيش معاهم ويتبنوه لكن سينكاكا بيفتح باب العربية وبينزل وبيجري بسرعة عشان هو لسه عنده أمل النم وهترجع له من تاني بعد كده بتمر كام سنة في الفيلم بيكبر سينكاكا وهو حاليا بيشتغل حارس أمن في مطبع جريدة من الجرائد الصحفية وباللاحظ ان سينكاكا بيكون عنده خبرة في تصليح مكينات الطباعة وبيقدر يصلح أي عطل فيها بسهولة تامة في المشاهد اللي بعد كده بيعرض لنا الفيلم حفلة لعضاء مجلس الشعب والبرلمان الاندونيسي والرئيس بتاعهم اسمه بينكور وهو من الشخصيات والمسؤولين المعروف عنهم الفساد والشغل الشمال في البلد بنعرف كمان ان بينكور لما كان صغير هجم مجموعة من الناس بأمر من عمه وأخو والده على بيتهم وولعوا فيه واشعلوا فيه النيران وحرقوا البيت وعمه هو اللي مرتب ومخطط لكده عشان يستولي على الفلوس بتاعتهم ووالده ووالدته بيموتوا في الحريق ده وبيروح للملجأ ودار الايتام وهناك بيكون فيه شلة من الأولاد المشاغبين والمجرمين بيقرروا يقتلوا كل المشرفين اللي في الدار عشان يهربوا منها بسؤولة زي ما هم بيخططوا وعاوزين يعملوا كده وفعلا بينفزوا خطتهم دي وبينكور بينتقم من عمه وبيخلص عليه وبيستردوا كل أموال والده وبالفلوس دي بيصرف على باقي الأولاد اللي معاه وبيدخلهم المدارس والجامعات ومن يومها وهم مطوع ليه ومش بيرفضوا له أي طلب وبنرجع تاني للحفلة وبيظهر لنا الشاب ده واسمه أوتاما وهو أصغر عضو في البرلمان ومعروف عنه محاربته للفساد لما بيتقابل بينكور مع أوتاما وعاوز يسلم عليه أوتاما مش بيمدي إيده ليه وده بيتسبب فحرك كبير لبينكور قدام الناس وبالليل لما بيرجع أوتاما للفندق مع أسرته بيظهر له واحد كده من رجالة بينكور وبينيمه مغناطسيا وبيخطفه للمكان ده وبيظهر بينكور في المكان وبيكون خاطف زوجة أوتاما وابنه عشان يخلص عليهم ويقتلهم وينتقم من أوتاما ولما بيحاول أوتاما ينقذ أسرته ومش بيلحق وبيترمي معهم من فوق هنا وبيموتوا كلهم وبينكور بيخلص بكده على الأسرة كلها مرة واحدة وبنعرف أن أوتاما كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي وأنه كان بيتهيق له أن أسرته موجودة هنا وأصلا ما فيش حد منهم موجود في الوقت ده بيكون سنكا كانايم في شايته وبيسمع وبيشوف أن في اتنين بيعتدوا على جارته هولان وبيقرر يتدخل ويساعدها وينقذها منهم وفعلا بسرعة بيروح وبيضرب الاتنين دول وبيضحنهم وبيكسر عدمهم وهولان بتشكره وهو بيمشي مباشرة وبيختفي بعد كده الاتنين دول وباقي العصابة كانوا مستنينه بره وبيهجموا عليه في مكان الشغل بتاعه في المطبعة وبيتردوه وبيمسكوه وبيرموه من فوق وبيقع وبيغم عليه والبرق بيسعقه تاني وبيفقد وعيه تماما بعد كده بينتقل بين الفيلم لما بيكون سنكا كانايم في البيت وجارته هولان بتسيب أخوها الصغير عنده في البيت وبتقوله أنها رايحة مشوار ومش هتتأخر وبيفضل سنكاكا مستنية هنا لكنها مش بترجع ليه ولما بييجي معاد شغله في الوقت ده بيعرضين الفيلم مشهد لمجموعة من الأشخاص بيحقنوا شكاير الرز بمدة خضرة والظهر أن الموضوع فيه فساد وخطير جدا وبياخد سنكاكا ابن هولان وبيروح بيه ليها وبيتكون بتشتغل في سوق الخضار وبيتفاجئ أن البيعين في السوق عاملين زي وقفة احتجاجية ضد رجال العصابات والبلطاجية اللي منتشرين في السوق وبيظهر رجال العصابة والبلطاجية من تاني وبيشتبكوا مع سنكاكا وبيتقتلوا معاه بكل قوة وشراسة بيفضل سنكاكا يواجههم بكل إصرار وعزيمة وبيخرج لخارج المكان هنا في الشارع وهم وراه وعايزين يخلصوا عليه فجأة بتحصل حاجة غريبة جدا وغير متوقعة وبيخرج برء زي سعق بالكهربة كده من إيدين سنكاكا بيضرب به البلطاجية والمجرمين دول بعد كده بيرجع سنكاكا للشغل بتاعه في المطبعة وزميله بيداوي وبيعالج له الجروح والإصابات بتاعته وبتدخل عليهم هولان ومعها باقي البيعين اللي في السوق وبيطلبوا منه يساعدهم في التصدي للمجرمين والبلطاجية دول وسنكاكا بيرفد وبيقولهم أنا مش بطل خارج زي ما انتوا فاكرين عشان أتصدق وواجه عصابة كاملة من المجرمين والبلطاجية وهم بيسيبوه وبيمشوه وبعد ربع ساعة كده بيوصل ابن هولان الصغير وبيطلب منه مساعدتهم وبنعرف ان العصابة حرق السوق كله بالكامل ولما بيروح سنكاكا بسرعة وبيتقابل معاه هو لانه بيعرف منها ان رئيس العصابة واحد اسمه جاندا وبيقرر انهم لازم يتقابلوا معاه ويطلبوا منه تعويض عن كل الخسار اللي سبب فيها رجالته بعد كده الدنيا بتبقى كلها رعد وبرق من حواليه والرعد والبرق بيدربوا كذا مرة ورواعد وبيحسوا بقوة رهيبة في جسمه وفعلا بيروحوا بعد كده وبيتقابلوا مع جاندا وبيكون النهاردة الفرح بتاعه وبيطلبوا منه كل التعويضات المالية اللازمة للبيعين في السوق في الوقت ده بنشوف حاجة غريبة بتحصل في الفرح وهو ان كل المعزيم اللي اكلوا من الرز هنا وفي المدينة كلها بيتعبوا جدا جدا وبتظر عليهم اعراض تسمم وبنكتشف ان الاعراض دي بسبب المادة الخضراء المجهولة الغريبة اللي رجالة العصابة كانوا بيحقنوها في شكاير الرز من يومين كده في السوق ولما بيكون سنكاكا بيتخانق وفي معركة مع عصابة من العصابات اللي في المدينة واحد من المجرمين بيغفله وبيصحب منه عين الدم وبيختفي وبعد كده سنكاكا بيصمم بدلة مخصوص لي عشان يمنع القلم اللي بيحس بيه كل مرة لما بيتصاب بالرعد والبر وبنعرف ان جاندا ورجالته بيشتغلوا عند بنكور رجل الاعمال والسياسي والبرلماني الشهير جدا وهو اللي قتل اوتامة في بداية الفيلم وكمان هو اللي وراء المادة الخضراء اللي تم حقن الرز بيها والمادة دي بتأثر على الستات الحوامل وبتروح على دماغ الجنين مباشرة وبتأثر على دماغ الأجنة وبتخلي معيار الشر عندهم أعلى بكتير وبكده عاوز بنكور يخلي كل الجيل القادم شرير وليه نفس الطبع بتاعته وبيكون واحد من الناس صور فيديو لسنكاكا وهو بيهاجم رجال العصابات والفيديو بينتشر جدا والناس بتقول انه بطل خارق من الأبطال الخارقين ولما سنكاكا بيهاجم الشخص ده واسمه سليمان العازف لانه هو المسؤول عن حرق السوق سليمان بيضرب سنكاكا بآلة الكمان اللي معاه وبيهرب من سنكاكا لكن بتخبطه عربية على الطريق وبيموت في الحال وبيتصل بنكور بكل زميله وصحابه اللي ساعدهم زمان وصرف عليهم وبيطلب مساعدتهم وفعلا الناس دول مش بيتأخروا عن أي طلب بيطلبوا بنكور منهم وبيقوموا بحملة اغتيالات كبيرة ووسعة جدا لاعداء بنكور والسبب في كده ان محافظ المدينة وعضو البرلمان اللي اسمه ردوان اهان بنكور ورفض المشروع الجديد والضخم بتاعه في المشهد اللي بعد كده بنشوفهم وهم بيهاجموا صيارة ردوان وبيخلصوا على كل الحراس والامن بتوعه ولما خلاص كان واحد منهم على وشك انه يقتل العم ده بيظهر سنكاكا في الوقت المناسب وبيتصدى ليه وبعد معركة شرسة وقوية جدا جدا مع الشخص ده بينجح سنكاكا انه يخلص عليه ويقتله وبيتفاجئ بوجود علامة على جسمه هي نفس العلامة اللي كانت على جسم العازف سليمان وبكده بيعرف ويتأكد انهم رجالة النخبة اللي بنكور وهو اللي بيحركهم عشان ينفزوا العمليات دي بعد كام يوم بتقوم احتجاجات ومظاهرات كبيرة وضخمة في البلد وده بسبب ان الامصال والعلاج اللي عملته الحكومة لعلاج السيدات الحوامل قليل جدا ومش هيكفي كل المصابين وبتكشف هولان لسنكاكا انها كانت بتشتغل ممردة قبل كده وكمان هي عرفة والدته وانها ما سابتوش وتخلت عنه زي ما هو كان فاكر طول حياته لكنها كانت مصابة بمرض مزمن وخطير جدا وهولان بتقول ان والدته رجعت له للبيت من تاني لكنه ساعتها كان مش من هناك ومن ساعتها والدته بتدور وبتبحث عنه وحاليا هولان ما تعرفش هي فين بالزبط وهنا بيقرر سنكاكا هو كمان يدور ويبحث عن والدته في كل مكان لحد ما يلاقيها من تاني وبيكتشف ردوان ان بنكور حط مادة في العلاج والمصل اللي الدولة بيتوزعوا بالمجان على السيدات الحوامل وبكده يحول المصل من علاج الفيروس خطير بيصيب الأجنة بتشوهات خلقية وبيتصر ردوان على سنكاكا وبيبلغوا بكل اللي عرفوا واكتشفوا وبيطلب منه مساعدتهم للتصدي البنكور فجأة بنكور ورجالته بيوصلوا هنا عند سنكاكا كلهم بيهجموا على سنكاكا وبيتصدى لهم سنكاكا وبيتقاتل معهم في معركة وقتل قوي وخطير وبنعرف ان سنكاكا ليه مدة كبيرة ما تعرضش للبرق والرعد وبكده قويته مش هتشتغل خالص وللأسف بيتجرح كمان في رجله وبيبقى مصاب وغير قادر على مواجهتهم وبينكور ورجالته بيكتفوا هولان واخوها وصديق سنكاكا اللي بيشتغل معاه في المطبع والحسن الحظ سنكاكا لما بيغضب بيخرج من جسمه البرق والرعد وبيشحن جسمه وقويته من تاني وبيقدر يضرب ويخلص على كل الرجال اللي هنا وبيطعن بنكور كمان وبيبعد هولان واخوها الصغير وزميل وعمل المطبعة في الوقت ده بيوصل لردوان وبيوقف معهم وبيسأل بنكور عن السبب اللي خلاه يعمل كل ده وبيقولهم انه كان بيتمنى ان كل الاطفال لما يتولدوا ويكبروا يبقوا نسخة منه في الشر والفساد عشان ما يحسش انه هو الواحد اللي كده وبيتصل ردوان وبيصدر اوامره بوقف توزيع العلاج والمصل على الستات المصابين اللي في المدينة وسينكاكا بيروح بسرعة وبيطرد العربية دي اللي فيها المصل عشان يمنعها من توزيعه وبتتقلب العربية على الطريق وبيمسك سينكاكا بزجاجتين من المصل وبيدمرهم وبيدمر كل الامصال التانية في نفس الوقت بالقدرة الخارقة بتاعته وبينجح سينكاكا في كده وبيقضي تماما على خطة بنكور في تدمير الاجيال القادمة في المدينة وحاليا انه هو مش بيفكر غير في حاجة واحدة بس هو انه يلاقي والدته ويعيش معاها من تاني ده كملخص في المدينة النهاردة اتمنى تقدروا تعبي ونوصل الملخص ده لألف لايك وألف كومنت عشان اتحمس ان اقدم لكم ملخصات اكتر واكتر ان شاء الله ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس الاشعارات عشان توصلكم اقوى ملخصتنا سلام